بالتزامن مع استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار تتوالى التحذيرات من المخاطر التي يواجهها الأمن الغذائي العراقي في ظل غياب التخطيط الحكومي والاعتماد على الاستيراد لتأمين الحاجيات الأساسية فشل السياسات الحكومية في وضع آليات مناسبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ألقى بظلاله على المواطن الذي ازدادت معاناته من الإجراءات الآنية غير المدروسة التي أثرت على حياته اليومية بعدما شهدته أسعار المواد الأساسية من قفزات غير مسبوقة دون أن يكون لها أثر في مواجهة الأزمة وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط إلا أن ذلك لم يغير من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا كخفض قيمة الدينار وزيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود كل ذلك في ظل ظروف غير مستقرة تمر بها البلاد بسبب الارتباك الأمني والسياسي والتسابق الانتخابي المبكر وفي ظل حديث عن أزمة غذاء تواجه العراق يؤكد مسؤولون في بغداد أن الحكومة ستكون لها خطط في حال كانت المخوف التي تثار بشأن الأزمة حقيقية تصريحات وجدت نقدا من مراقبين اعتبروا أن انتظار وقوع الأزمة سيترتب عليه نتائج خطيرة في حال استمر الإهمال الحكومي بوضع الاستراتيجيات لمواجهة المخاطر والأزمات عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد أن الحكومة غير قادرة على وضع حلول لمواجهة الفوضى الاقتصادية كونها منشغلة بملف الانتخابات محذرة من التأثيرات السلبية للأزمة على العراق الذي بات بلدا مستهلكا للمواد الغذائية وليس منتجا بعد الإهمال الكبير الذي تعرض له القطاعان الزراعي والصناعي خدمة لأجندات مرتبطة بدول إقليمية سياسات حكومية متخبطة جاءت بعد سنوات طويلة من الفساد حولت العراق إلى بلد هش وضعيف وعرضة لأي انهيار تواجه أزماته بحلول طارئة غير مدروسة تقع أعباؤها على كاهل المواطن ويبقى المتسببون بها في مأمن من تداعياتها أو يستثمرونها لرفع رصيدهم من ثروات البلاد المنهوبة ترجمة نانسي قنقر